أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت عبدو وشيمة وشيمة زكي عبدو عملي الحمد لله زكي شيمة الأخبار الكله تمام النهاردة جاوم تاكتك والدنيا ضايع عن دار خلاص كل باب الشتاء الناس مكسلة والكسل باب ياخدهم بس احنا نشطين فاحنا النهاردة برضو ايه جينا ومعنا نرحب ضفنا أستاذ سلامة سلامة رمضان صاحب شركة التصدير أهلاً بكم صحيح شركة مصر الحضارة مصر الحضارة للتصدير والتخلص الجمركي هورتنا سلامة أهلاً وسهلاً يا فانو اتشرفت بيك وهلاً وسهلاً أهلاً بيك حضرتك هنبدأ معك سلامة وإذا أحب نعرف الجمهور ونعرف الناس بقى بالشركة ونقصد شركة ايه فابدأ أعرف هو شركتنا اسمها مصر الحضارة أولاً للتصدير والتخلص الجمركي نشطنا احنا شركة خدمية في الأساس في الأول بنقدم خدمات الشحن والتخلص الجمارك للشركات الأخرى طيب طيب وعنوان شركتنا في مدينة العاشم من رمضان وعندنا مندوبين في كل فروع المواني المصرية الحمد لله الحمد لله طبعاً عايزنا نعرف بقى من حضرتك هل يعني بيوجد مشاكل عند حضرك في التصدير حالياً؟ لا حالياً الحمد لله يعني دلوقتي بقى فيه تسهيلات أكبر بكتير جداً يعني عن السنوات اللي فاتت دي بتسهل عملية التصدير موجود أجهزة الإشعاع بتكون موجودة في المواني الجمهورية ده بيسهل عملية التصدير وتسهيل على المصدرين أو المندوين بتاعهم الأفضل يعني الأمدي المواني الحمد لله بقت أغلبها من ما يكان طبعاً حضرتك أجهزة الكمبيوتر والكلام ده كله بقى يوفر على الناس دي وقت كتير جداً الحمد لله ما عادش فيه مشاكل بتواجه حددك في الشركة أغلب المشاكل الحمد لله كحنا كمندوين عن شركات أخرى أغلب المشاكل الحمد لله بيتم تجنبها والدولة بتحاول تساعد في الكلام ده في السنوات الأخيرة الحمد لله تمام ده يخلينينا أسأل حضرتك أستلامة دلوقتي بقى المصدرين نفسهم اللي بتوجهه الشركة إيه التسهيلات اللي الشركة بتقدمها اليوم هو إحنا أدورنا رقم واحد بيبدأ من عملية الشحن سواء كان بري أو بحري أو جوي نبدأ أن نجيب الحاويات للشركات ده رقم واحد إحنا مسؤولين أمام الشركة عن البضاعة بتاعتها من مجرد ما نستلمها من باب المصنع وإن تبدأ الدورة المستندية بعد كده الحاد الشحن على البواخر أو إن كان شحن بري لحد توصيل لحد العميل وتسليم العميل في الخارج المستند بداعته اللي يتثبت حقه للبضايع دي يعني أنت تقريبا بتسهل كل شيء من الألف للياء لغات ما توصل عنه حتى الورقيات كل شيء ومسؤول عن البضايع دي كامل الحاد ما توصل لحد الدولة التانية أي أن كانت في أي مكان في دول العالم وإحنا عايزين نعرف بمحرك الشركة هل مقتصر على التصدير فقط ولا كمان متاح مع الشحن هو متاح عندنا الحمد لله الشحن بكل أنواعه بري أو بحري أو جوي كل أنواع الشحن بنقوم بدور الوسيط للشحن البري لبعض الدول العربية زي ليبيا وزي السعودية وزي السودان كل دول الجوار والأردن والعراق نفس النظام نفس النظام عندنا الشحن البحري برضو الطرود والحاجات دي اللي هو الشحن الجوي الكلام ده بنقوم فيه برضو بدور الوسيط بين الشركة المنتجة والعميل في الخارج أنا متاح معاكم كمان الجميع الدول يعني أي حد عايز أي حاجة من بره من أي مكان من أي مكان خلاص ما عايزش فيه مشكلة اللي خلي بلك يا عبض يعني فيه ناس كتير جداً بتبقى بره في الخارج ومحتاجت حد يبعط لهم حاجة أو هما يبعطوا لحد حاجة فبقى فيه مشكلة كمان وفيه مشكلة كان بتواجه الناس في مصدقية الشركة فإحنا هنا في شركة مصر الحضارة مؤسسة سلامة يعني كل المصدقية معي والتوفيق دي برحضت لك طيب ده كمان مش كده أي حد كمان هعنده أي شيء أي شركة مصنع مطعم عايز يستبرد أي شيء هيلجأ للشركة الاستراض برضو نفس النظام الحمد لله 15 سنة في السوق وبدأنا من الصفر الحمد لله يعني بداية الدورة المستندية لأي بضاعة الحمد لله العبد لله قبل أي موظف يقدر يقوم بالكلام دوت ونفسي بكون موجود في المواقع الجمركية الحمد لله واشتغلنا الأكبر الشركات في الجمهورية بفضل الله عز وجل يعني الحمد لله كنا منطلع في اليوم مثلا ممكن 30 كنتينر لحساب شركات أخرى يعني يعني أنتو كائب لكم 15 سنة في المجال في السوق 15 سنة بالزبط طيب ده يخليني برضو إيه أسعب أستاذ محمد السلامة في حتة مهمة لأنه إيه لمح عليها كده بس ما إلهاش قوي لهي الضمانات لأي حد مصدر للمنتج بتاعه أو للأموال بتاعته لأنه طبعا بيصدر بمبالغ هيصدر حاجة لبرة فإيه الضمانات اللي الشركة بتقدمها الضمانات دي بتكون بالاتفاق بين العميل اللي هو الشركة المنتجة والعميل في الخارج ولو العميل ما عندهش الفكر دوت إحنا بنقدم التسهيل ده ونقدر نوفره له عن طريق البنوك في دلوقتي بنوك طبعا في كل دولة أجنبية أو في مصر بتضمن الموضوع دي فيه حاجات استماع اعتمادات مستندية بتفتح اعتماد مستند في البنك البنوك دي بتقوم بالاتصال بينهم وبين بعض بتستلم المستندات من Однако بعد ما خلص الشحنة بسلم المستندات اللي هي الخاصة بالشحنة للعميل في الخارج ما يقدرش يستلم الشحنة بدون المستند ده بسلمه للبنك البنك ببعاته للبنك التاني في الدولة التانية بالتالي الدولة التانية تفرج عن الفلوس وتبعتها للعميل اللي هنا في مصر تمام نحن كلامنا هايطول وفيه كزا سؤال بس نحن عادتين نخرج فصل ورجعنا لكم تاني بعد الفصل احنا معاكم بعد الفصل رجعنا تاني معانا أستاذ محمد بس طبعا الناس أستاذ سلامة ومعانا الشيف احنا عايزين نقول حاجة بس الشيف بس تتأخر شوي النهاردة ان شاء الله محضر لكم بإذن الله عجلتهم منهات ومقديرها بتبدأ ان شاء الله من كيلو دقيق ونص كيلو سامنة ومية جرام سكر شيفنا شيفنا داخل سخنا شيفنا بالراحة ودخل في المكونات على صول طبعا احنا النهاردة معانا شيف معجنات وطبعا الناس كلها بتحب المعجنات وتحب الحاجات بالعجين في الشتاء وبعدها عندي الطريقة جدا جدا وسهلة وبسيطة للسطيل بيت جميلة جدا هنعرف كل ده هنعرف ده كل معك يا شيف وهنبدأ به واحدة واحدة عرفنا اللي هو المناسك شيف مؤمن المصر شيف مؤمن المصري العصل مخفوزات شغل كله مخفوزات share نهاردة بقى هنبدأ نعمل ايه من شاء الله نهاردة هنبدأ عجية المنهات بإذن الله المنهات المنهات طبعا دي متشكلة هي هي عجينة بس منشكلة يا عيشان كذا صنف يعني ممكن نطلع منها بريك بتجبنة اني طالع منها من نهات بالعجوة اني طالع منها ملتو بالعجوة اني طالع منها من نهات العجوة ستات البيوت يشيف بيحب يعملوها لأولادهم وإحنا كان لما نشكل كذا حاجة ممكن نعمل المنت دوت سهلي جداً وجميل جداً للأطفال يحبوه قوي وفي حاجة اسمها القرس بالعجوة برضو بشيو اللي عنا زي البيت بس جميلة بنعملها عن طريقة سهلة برضو لستات البيوت ستات البيوت عبدو مشانا بعمل لك الحاجات دي بشكل لك وبعمل لك انت واحمق وبجيبها وانا جاي اه اه مش كده ممي في شرف المحاولة في شرف المحاولة طيب يلا بينا يشيف بقى انت تبدأ بيت العجينة قلنا مكوناتها كده العجينة بإذن الله انا كيلو دقيق نصف كيلو سمنة نصف سمنة 100 جرام سكر 10 جرام خميرة دي العجينة ونحط خمس كبات ميا خمس كبات ميا خمس كبات ميا بعد كده الحشو بتاعنا طبعاً الكيلو دقيق هنحط عليه نصف كيلو يا عجوة يا ملبن حسب ما احنا ايه عايزين بس هو في النهاية نصف كيلو عجوة نصف كيلو عمتاً يا عجوة يا ملبن حسب ما بنحب حسب الرغبة يعني يعني الكيلو بيعملناه نصف كيلو الحشو بتاعه نصف كيلو نصف كيلو يعني نصف كيلو بالزبط كده من الحشو نقدر نحشي به ونشكل ممكن نحط ملبن او عجوة بس انا هشكل دودة دودة اه نرجع الى ضفنة نرجع الى كده سيد سلامة الاخبار بالزبط يعني ايه مش كيلو حدك لما تجيب من برها بدل ما تعمل لك الحب يعني بس بالزبط يعني لك تتعبها تتمنى تعمل لجوزها اجمل شيء طبعاً 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 المهم النية يا عبدو المهم النية احنا عندنا النية ان احنا نعمل ازواجنا اي حاجة و احنا عندنا النية متشير من بره كل حاجة ان احنا المعدة ما توجعناش الحاجة تبقى حلوة السنين بس تفضل زي ما هي بدل ما نغبط في الحاجة ترجع لنا طبعاً 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 مش رد عليك يا عبدو بس ارجع الاساس سلامة صاحب شركة مصر الحضارة لاستراتف التصدير احنا كنا منتكلم او هاسأل حالك دلوقتي ايه هو نشاط الشركة في التصدير منتجاتها للخارج بالنسبة احنا اغلب شغلنا ده الحساب الغير للشركات للحساب الغير فيه شغل بسيط جداً احياناً بنشتري من السوق مثلاً بعض المنتجات الغذائية ممكن جبن او مخللات هي المنتجات اللي هي سهلة في باعها في السوق يعني طبعاً مركات مش عالمية اكيد طبعاً يعني وبناخد حق لتصديرها تنازلات من الشركات المنتجة وبنصدرها لبرا يعني للدول التانية وده احنا بنبدأ يعني تشجيع الدولة للشاب الصغيرين انهم يبدأوا في نشاط اللي هو التصنيع والتصدير والكلام ده كله يعني دلوقتي بعض المنتجات بتتصدر دي بتبقى للدول العربية اغلب شغل المواد الغذائية يعني للدول العربية بحكم ان في عملة مصرية برا بالخارج يعني وكده فالعملة المصرية اللي بتستخدم المنتج المصري اغلبه يعني ده خلينا بردو نسألك ايه بقى خطوات تصدير اي شحنة يعني ايه الخطوات اللي بتتم الخطوات اللي بتتم بالزبط كده من بعد التصنيع والتعباء والتغليف حسب الطلبات اللي عميل طلبها وده شغل الشركة هي بتقوم بيه بتبدأ الشركة تخترنا ان انا عندي شحنة اه عبارة عن كذا ان كان على الاميلات او على الفاكسات اه نبدأ نتحرك نجهز دورة مستندات عبارة عن ملف جمروكي اه المستندة دي فيها فاتورة الشركة ومستندات الشركة كاملة وبعده كان نتحرك اه بننتصل بالخط الملاحية نجيب الكنتينر بيوصل مصنع يحمل البضاعة ثم بعد كده نروح على الموقع الجمروكي الجمروكي ايا كان هو ايا كان اي موقع نبدأ نقوم باجراءات الجمروكية اللي هي فتح ملف ثم اجراء عملية الكشف والمعينة ثم بعد كده ان كان فيه جهات عرض زراعية او غزائية او غيره نخلص الكلام ده كله الشحنة الكنتينر يتسيل ويطلع على الميناء النهائي لان في بعض مواني جافة في بعض المواقع الميناء النهائي سواء كان مرسايدة اسكندرية او غيره كل مواني على البحر في مصر بتدخل على المركب ثم بعد كده احنا بقى نبدأ نجهز المستندات اللي هي الأخيرة اللي هي بتروح للعميل برا عشان بناء عليها عبارة عن بوليسة شحنة وشهادة منشة وفاتورة وان كان منتج غزائي شهادات صحية او اي شيء تاني ان كان حاجة خاصة بالتحاليل نبعتها العميل عن طريق اي جهة مثلا بترس المستندات بس فقط لغير كده يعني يعني دي كل الخطوات الشحنة اللي بتتم داخل الشركة انتم مسؤولين عنها من البعض التقليل بتاخد يومين تقريبا بالزبط يعني من مجرد التحميل نحن نحمل الصبح بدري وطبعا الشرخة جهزت المنتج مبارح نحمل بدري نبدأ نتحرك للجمرك نخلص الشغل داخل النار ثم بعد كده بقى نعمل ايه المستندات دي في يوم تاني ثم نبعتها العميل بره في الخارج طيب احنا عايزين نرى تنحرك برضو هل حجم صدرات استنوية للشركة كبير ولا قليل لا احنا كشركة زي ما قلت حضرتك كدور احنا وسيط حجم صدرات عموما في مصر كلها صدرات كل يوم في زيادة بسبب التسليلات اللي بتقدمها لنا الدولة في كل الجهات عمتا يعني وكل المواقع وكل المصارح الحكومية بتقدم تسليلات للمصدرين طبعا عشان دفع عجلة التصدير لان التصدير يعتبر من اهم الاشياء اللي بدخل عملة للبلد عندنا فالموضوع ما شاء الله الحمد لله حجم الصدرات انا بلحظه بعنايا قدام اي حد سواء مصنع صغير او مصنع كبير لا في زيادة الحمد لله فضل ازا وجل وفي الاستراض بدأ يقل ان الدولة بتحاول تحارب بعض الاستراض زي حاجات اللي هي مضرة للبلد زي لعب الاطفال والكلام ده كله فالدولة بتقلل من الحاجات دي كلها ونحاول نحاول نزود حجم الصدرات اه نحاول نزود حجم الصدرات عشان نزود دخل البلد من العملة الاجنبية شمام يعني نقدر نقول ان السنوات اللي فاتت على السنة اللي احنا فيها عشرين وعشرين حجم الصدرات زاد جدا وترفع جدا طبعا 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 والمؤسسات الحكومية على رأسها مصلحة الجمارك بتوفر دلوقتي في كل موقع الجماركي بغض النظر عن الموظفين واجهزة الاشعاع والكمبيوتر والكلام ده كله بتعليمات السيد رئيس المصلحة بدأوا يوفروا دلوقتي لجنة مكانة من خمس افراد في كل جمارك يقدروا يعملوا كل ده بتسهيل عملية الاجراءات الجماركية تمام شكرا معلش وشكرا لك السلام لاننا بس هنطلع فاصل وهنرجع تاني شكرا لك شكرا لك